اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصر ذلك دفعت الولايات المتحدة بارسال حاملة طائرات تقول واشنطن انها تهدف لمنع اي تصعيد في المنطقة كما انها وضعت قواعدها في حالة طوارئ عسكرية منذ خمسة ايام وتحديدا تلك التي في العراق عقب معلومات حصلت عليها واشنطن تفيد بانضمام فصائل مسلح الاجتماع مع ايران وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لرد مركب لا يقتصر على اسرائيل بل يشمل قواعد عسكرية في المنطقة وعلى وقع تلك المعلومات تقول مصادر ان مسؤولين امريكيين ارسلوا رسالة مباشرة حملها القنصل الامريكي في اربيل لمكتب رئيس الوزراء حملت لغة التحذير من ان اي تحركات عسكرية غير معلنة عنها وبعيدة عن التنسيق مع التحالف الدولي او اي نشاطات متمردة لا ترتبط بامرة القائد العام للقواد المسلحة سيتم تصدي لها من بوابة الدفاع عن النفس ومع دعوات عربية واقليمية للتهدئة يرى خبراء ان العراق وبما كانته الاقليمية كصمام امان للمنطقة يلعب دورا حثيثا في منع تمدد رقعة الصراع لان تحذيرات كبيرة تدعو لان لا يكون ساحة تصفية حسابات مع ضرورة النأي بنفسه عن اي صراعات اقليمية اشتركوا في القناة